السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعة عشر نيسان إبريل القمر طبعاً الآن موجود في برج الثور اليوم رح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 12.58 دقيقة من بعد ظهر يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 1.18 دقيقة فجراً بتوقيت جرينيتش من فجر اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر اليوم بما أنه موجود في برج الثور معناته منصبح أكثر حذراً من ميلة حماية ممتلكاتنا ونادراً ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نسيطر على أنفسنا مالياً وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة عشر وثمانية واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة عشر وست عشر دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش طبعاً بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثمانة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية طبعا تأثيراتها إلها أربع أيام ومستمرة لغاية أسبوع قادم ذروتها اليوم ساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتتزايد المواجهات والمشاحنات أعمال العنف اللي ممكن تخلف مشاكل عديدة كما بتزداد العصبية وعليه يجب أن نتمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لإمتعاد داخل بينعكس على علاقاتنا مع الغير تدفعنا للإفراط اللي ممكن يسببنا حوادث أو عملية جراحية وبتزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا اللي ممكن أنها تعرضنا لهجومات من الخصوم فالتاكة دوليا طبعا هيب الدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع صناع الثقيلة والبورصة وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن احتمال وقوع حوادث أو إضرابات ومقاطعات في المناجم والمحاجر والمعامل وهذا الشيء ممكن يعرق الإنتاج كما أنه بيزيد من نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعصف في هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين والمتعصبين وبتشهد فضائح ممكن تمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و 17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم إننا نعمل لها عمليات جراحية إلا إذا كانت اضطرارية العنق، الحنجرة، الحبال الصوتية، الغد الدرقية، اللوزتين وتفاحة آدم طبعا بالنسبة لهذه الأعضاء زي ما ذكرنا باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون الساعة عشر وثلاث دقائق من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و58 دقيقة ظهرا لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر الهلال الجديد عمر يومين في تمام الساعة أربعة وسبعة دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بصير ثلاث أيام، نسبة الإضاءة سبعة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة 60% القمر في الثور حتى يوم 11 أربعة سعيد الآن بنسبة 30% ساعة الصباح سعيد بنسبة 45% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% وأورى نصف الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم يوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا ولا تضيع عليك الفرص واضف طاقتك الذهنية لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع اي شخص منافستكم اطوي صفحة الماضي اليوم بترتفع المعنويات مجددا لتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها بتخيب آمالك لسبب أو لآخر أهم شنك ما توقع على عقد وما تحسم أمر أي فترة فارغة من الطاقة والحض فما تراهن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر ابتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم تحمل لك هاي الفترة نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدة وممكن تكون أي يوم متوتر نسميه تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم الاتصالات الخارجية والبعيدة هي المهمة فممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في مسائل لإلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم تضمع إن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش إنك ما تغامر بموقعك حاذر النزاعات والتذمر والتمرد وحاول إنك تقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ووسعكم تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم أي خلاف وحاول إنه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا إنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة بتلاحقق الاتصالات وبتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حاول قدرتك على التحمل لا تشكب نفسك وممكن يكون عندك إنشغالات صحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهمش إنه ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنتوا على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات وسعى لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ولكن بدك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للإهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسؤولية كبيرة وممكن تكون على ارتباط مهم ما بجوز الفشل وبرضو في بعض المصريف المنزلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكن لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهمش إنه ما تسكت اسمع صوتك وبدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء